إدعو 12 مشتبها فيها الحبس المؤقت في قضية الاحتيال والنصب على الطلبة من بينهم ريفكا وستالي ونوميديا للزول السلام عليكم وأهلا بكم أمر قضية تحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة بإدعو 12 مشتبها فيها الحبس المؤقت في قضية الاحتيال على الطلبة للدراسة فيها الخارج على مستوى أوكرانيا وروسيا وحتى تركيا كما وضع شخصين تحت الرقابة القضائية وإدعو ثلاثة مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الحبس المؤقت وهم رفيق بوجملين المعروف بريفكا نوميديا للزول المغنية والمؤثرة وستالي الممثل والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف باسم محمد أبركان المؤثرة نوميديا للزول تم تحويلها على سجن القليعة في تيبازا غرب الجزائر العاصمة في انتظار المحاكمة النهائية كما وضعت القاصر والمؤثرة إيناس عبدالي تحت الرقابة القضائية مع منعها من السفر وسحب جوازي السفر الخاص بها إلى حين المحاكمة النهائية هذا وتشعبت تفاصيل القضية والتهم الموجهة إلى كل طرف فبين النصب والاحتيال الذي قام به صاحب شركة أو وكالة فيكليك وفيوتر جايز أو بوابة المستقبل أسامر الزاقي بالاحتيال والنصب على الطلب البالغ عددهم خمس وسبعين أو أكثر بصحب أموال بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية منهم بغرض إيهامهم بالدراسة في الخارج دون ذلك كما أن المؤثرين قد واجهتهم تهم تتعلق بحركة رؤوس الأموال غير الشرعية والأثراء غير الشرعي والاستفادة من مزايا وأموال بطريقة غير شرعية هذا ينتظر أن يتم استكمالها التحقيق في القضية بالعودة إلى تسجيلات الكاميرات المراقبة والوثائق والحسابات المنكية والتدقيق فيها بالإضافة إلى التعرف على أملاك كل المتهمين في انتظار ذلك ابقوا متابعين ترجمة نانسي قنقر